رئيس مجلس الأمة مرزوق عالي الغانم ورئيس البرلمان الألماني البوندنستاك الدكتور نوربرت لاميرت عقد مباحثات رسمية تطرقت إلى علاقة التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لأسيما في شقها البرلماني الجانبان تدارس آخر التطورات والمستجدات على المساويين الإقليمي والدولي إضافة إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البرلمانين في المحافل البرلمانية الدولية إزاء بعض القضايا العالمية الملحة كتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرات والشباب